موسيقى مرحبا حلق جديد من برنامج أخبار السباح اليوم الثلاثة سبعة حزيران وبحلقتنا أمسي من العمر مع السيدة ماجدة رومي بجامعة بيروت العربية فرع الدبية تقرير عن افتتاح القرية الرمضانية ببيروت وجامعة الـ L.I.U. وأحية مهرجان الربيع على طريقتها وغيرها من التقرير أما ضيفنا لليوم فهو ساري ثباغ منظم نشاطات ومهرجانات فنية وثقفية ومعه نحكي عن الأمسية الرمضانية يلي رح يتم إحياءه مع الشيخ يحيا حسين بحاقي القادم من تنزانيا على مسرح المدينة بـ 21 حزيران البداية بأخبار صباح مثل العادة اقتصار مباشر مع مصلحة الأرطاد الجوية معنا أستاذ عباس عباد على الخط صباح الخير صباح النوري كيف عدد أستاذ عباس؟ تمام الله خليكي كيف رح بيكون التقس هالكم يوم؟ رح يستمر كما كان مبارح مع ارتفاع بسيط ومحدود بدرجات الحرارة اليوم نعم بكرة بنشاط شويل هو ترتفع الحرارة بشكل إضافي بتوصل لحدود 31 أو 32 درجة على الساحل فوق الجبال بحدود 28 درجة وبالداخل بين 32 و33 درجة نعم بالليل بكرة ممكن ترجع تخفض درجات الحرارة وترتفع نصب ضرطوبة كمان ممكن نشاط أنطار الخفيفة ببعض المناطق خلال الليل الأربعة صباح الخميس نعم خاصة بالمناطق شمالية ما في استقرار أبدا هالكم يوم يعني لا بالهواء ولا بدرجات الحرارة مختار إنما التقلب رح يصير هو ليل أربعة صباح ليل بكرة يعني نعم أوكي درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم بحدود 28 و29 درجة على الساحل فوق الجبال بين 25 و26 وبالداخل بين 29 و30 درجة نعم شكرا لك أستاذ عباس يعطيك العافية من بعد الاتصال مباشرة عنامين الصحف اذا اليوم الثلاثة سبعة حزيران ومنبدأ مثل العادة مع عناوين النهار حملة ضبط الخلايا إلى مزيد من التشدد جن ومطمر بيروت مجددا أمام الحكومة الحريري وحده يحدد اتجاهات موقفه وتوقيته بعد عودته من السعودية اللي جان مجددا إلى النقاش والمروحة في ملف قانون الانتخاب ضمن أسرار الآلهة ثلاثة عنوين اليوم أول رغم كل الضجيج المثار لم تصدر نتائج دورية عن صحة سلامة القمح في إهراءات مرفأ بيروت موقع إلكتروني حزبي نشر خبرا اجتماعيا مصورا ثم ما لبث أن أزال الخبر والصور معا موقف النائب جنبلاط من ترشيح العماد عون أثار تفسيرات شديدة التناقض وبختم النهار بقلم رشيد درباس ضمن الافتتاحية ومقالب عنوان المنصة إلى عنوين السفير المشنوق للحريري هذه روايتي وليست إدانتي هل كانت معركة طرابلس رئاسية أكثر من جوني؟ المزارعون يخسرون شهر التعويض رمضان الجماعة الإسلامية نعمل على ترتيب البيت السني تحذير مستقبلي للحريري ريفي سيتكرر إذا وافقت على عون كيف سيواجه المستقبل قدم ريفي للساحة الزرقاء؟ مبادرات التسوية زيت على نار اتلاف نتنياهو روسيا للمسلحين في سوريا انتهت المهلة ونعود بقوة إلى حلب متاع الصفضي في ظل الفلسفة وبعنوان أخير الأردن في مرمى نيران الإرهابيين عمل منظم أم ذئاب منفردة إلى عنوان المستقبل وبعنوان الرئيس رمضان سوريا مجازر الأسد تلاحق الصائمين الفلوجة جرائم وانتهاكات للميليشيات الشعية بحق المدنيين مجلس الوزراء السعودي يقر برنامج التحول كلاج رمضان من أجواء رمضان معصورة بأسفل الصفحة وأيضا في العنوان الفرعية حزب الله مسؤول عن الاهتراء السياسي والوطني شاطئ الزيرة من صخري إلى رملي اليوم الأولمبي على كورنيش صور وبختم بقلم أسعد حيدر ومقاله بعنوان الطلاق علنا من المستقبل إلى الأنوار تصريح من طيار المستقبل لن نصوت لعون وترشيح فرنجي مستمر خمسة شهداء باعتداء على مقر للمخابرات الأردنية غارات على سوق في دير الزور مصادرة متفجرات معدة لخمس عشرة عملية إرهابية في فرنسا بقلم المحل الأسيسي الرئيس الحريري المشنوق خبز وملح في مواجهة المصطدينة في الماء العكر خلاف بين الجيش العراقي والحشد الشعبي وبالأخبار الاقتصادية في الأنوار ارتفاع الدهب والأسهم الأوروبية وبختم مع مقالة رفي أخوري وعنوانا التصعيد في رمضان المعارك والخطب من الأنوار إلى اللواء بر وعسيري لدعم قوى الاعتدال ودرء الفتنة الحملة السعودية على المشنوق تتواصل ورهان عوني على استدارة جمبلات منظمة الطيران الدولي ترفع اسم لبنان عن هواجس السلامة مفتي الجمهورية يحدد فدية العجز عن الصيام لا تصريح صاخبا ولا بوسط لحة تقدم متزامن للنظام في الرقة والأكراد في منبرج موسكو تتعهد عدم السماح بسقوط حلب مطاع الصفدي عقل مفكر لا يشيخ فضيحة مالية تلاحقه إلى موسكو نتنياهو لن نسمح بسوريا قاعدة إيرانية وبختم مع قلم العميد الركن خالد أحميدي داعش هولدينغ من اللواء إلى عنوين صحيفة البلد وبعنوان رئيس الحرير يلم الشمل في رمضان ودعم أمني أمريكي جنبلات يوجه أنتناته الرئاسية نحو الرابي عن خريف الطبيعة والقطاف الرئاسي هذا ما يحكى هذه الأيام الطيران الدولي يحرر لبنان من هواجس سلامة العامة الجيش والأكراد يرهقون داعش شمال سوريا الإرهاب يضرب المخابرات الأردنية وبالصورة الرئيسية لرمضان أسعاره نصل إلى الصحف بلغات الأجنبية بترجمة العنوين The Daily Star اجتماع آخر للجنة قانون الانتخاب ولكن بدون نتيجة لا تزال الأحزاب السياسية في مأزق مع عدم وجود بديل على قانون الستين القوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة تقترب من منبج هجوم للمتشددين يؤدي إلى مقتل خمسة في مجمع في الأردن من تابع جولتنا مع لوريان لوجور وبترجمة العنوين أيضا الحريري يعمل لحل المأزق بين صفوف 14 أذار الدولة الإسلامية تقاوم في منبج وجيش الأسد يتقدم صوب الطبقة الغش في امتحانات البروفي تقليد ثابت وبعنوان أخير كليموس في الرابية نحن متفقون لانتخابات تشريعية قبل الرئاسية جولتنا منتبعة مع عنوين صحيفة الحياة مقتل خمسة من عناصرها والسلطة الفلسطينية تدين هجوم على المخابرات الأردنية في مخيم البقعة كأس أوروبا في فرنسا قوة تدخل لمحاصرة الإرهاب تجديد عرض إيراني لتحويل الحشد حرسا ثوريا داعش يتراجع ومخاوف من موجة نزوح ضخمة القوات اليمنية تصد هجوما لداعش على مطار عدن موسكو ليهود العالم القرم منطقة آمنة للإستطان وبعنوان أخير أضخم مناورات عسكرية للحلف الأطلسي من تابع مع عنوين صحيفة الشرق كلام مهم للحرير هذا الأسبوع عون وجعجع نحو خلوة تقويمية لتحصين تفاهم معرب تنسيق لبناني أمريكي في مكافحة الإرهاب ودعم فرنسي حاسم رفع المطار عن لائحة هواجس السلامة وبقلم عون الكعكد من رأي الشرق ساعتان بين الوزير والسفير وبختم مع الصورة الرئيسية روسيا تتعاهد بالدعم الأكثر فعالية إلى عنوين الشرق الأوسط الأمم المتحدة تتراجع وتقرر إعادة صياغات تقريرها المسيء مشروع تسوية في اليمن واتفاق على إطلاق الأطفال العثور على مقبرة تضم رفاث أربعمائة شخص في السقلوية التحرك عراقي لإطلاق ألف وخمسمائة مدني يحتجزهم الحشد قرب الفلوجة موسكو سندعم الأسد إذا تعثر في حلب تنديد واسع بهجوم ضد مقر المخابرات في مخيم للفلسطينيين الأردن اعتداء البقعة جاء ردا على تفكيك خلية إربد قال للشرق الأوسط إن جوبا والخرطوم قررتات طي الخلافات وزير خارجية جنوب السودان نبحث الاندمام إلى الجامعة العربية ومثل العادي ختام جولتنا بيكون مع نوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت اليوم منورات قانون الانتخابات مستمرة بوكدانوف حلوا مجلس النواب واذهبوا إلى الانتخابات ترابلوس أين القراءة الصحيحة مخاوف أمنية تلاحق فرنسا وبختم مع صورة رئيسية لأجواء رمضان يلي عمت المناطق اللبنانية مبارح مع صورة مكون وصلنا لختام جولتنا على عنوين الصحف يلي صدرت اليوم ببيروت بريك أول ومنرجع من تابع أخبار الصباح